في السياق ذاته نقلت صحيفة الجارديان البريطانية مشهد انسحاب آخر للإرهابيين من مدينة باغوس في سيارات قالت إنها تستخدم لنقل الماشية حيث خبأ الإرهابيون وجوههم وهم يمرون قرب المقاتلين الأكراد بعد سنوات من المعارك بين الطرفين وأضافت أن بعض الوجوه الغربية كان من الممكن تمييزها بين الإرهابيين المنسحبين من المدينة رغم إخفاء الوجوه مشيرة إلى أن القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية على أغبة الاستعداد لإقتحام المدينة بعد إتمام منسحاب المدنيين والإرهابيين الراغبين في الخروج منها